أعزائي التلاميذ مرحبا بكم تنتشر المتعديات المجهرية في مختلف الأوساط التي يعيش فيها الإنسان وتشكل بذلك تهديدا لصحته وسلامة جسمه للتعرف على وسائل مقاومة تسرب هذه الجراتيم إلى الوسط الداخلي أي الجسم نقترح عليكم مشاهدة هذا الشريط لنحدد أولا الحواجز الطبيعية التي يتوفر عليها جسم الإنسان لمنع تسرب الجراتيم إلى الوسط الداخلي نبدأ أولا بالحواجز الميكانيكية والتي تضم الجلد، الأخشية المخاطية وكذلك أهداب المسالك التنفسية بينما الحواجز الكيميائية فهي تضم إفرازات مخاطية اللعاب، الدموع، العرق، وكذلك العصارة المعدية والمعوية وأخيرا الإفرازات التي تهم الجهاز التناسلي يتمثل دور الحواجز الطبيعية الكيميائية والميكانيكية في التصدي للجراتيم منع تسربها، القضاء عليها، طردها وكذلك الحد من تكاترها في حالة مائدة تسربت إلى الوسط الداخلي للجسم في حالة تجاوز أحد هذه الحواجز الطبيعية كالجلد مثلا خلال جرح يتم ظهور الأعراض التالية أولا الانتفاخ الإحمرار الشعور بالألم وارتفاع محلي لدرجة الحرارة في بعض الحالات يتم ظهور القيح إذن لتفسير أسباب ظهور هذه الأعراض لنمر إلى الفقرة الثانية نحن الآن على مستوى مقطع من الجلد أثناء حدوث جرح إذن أثناء حدوث جرح يتم تسرب الجراتيم من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي وتقوم الخلايا المناعتية وبالضبط الكريات البيضاء بالتعرف على هذه الجراتيم على أنها أجسام غريبة وبعد الاتصال بالمولد المداد يتم إفراز وصائد كيميائية من طرف هذه الخلايا هذه الإفرازات تؤدي إلى تمدد الشعيرات الدموية وكذلك خروج الكريات البيضاء مفصصة النوات من الشعيرات الدموية إلى الوسط الخارجي تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الإنسلال إذن ينتج الإحمرار المشاهد على مستوى الجرح نتيجة تمدد الشعيرات الدموية وينتج الانتفاخ نتيجة خروج البلازمة عبر جدار الشعيرات الدموية وينتج الألم نتيجة تهييج النهايات الحسية وكذلك بسبب الضغط الناتج عن الانتفاخ إذن بعد خروج الكريات البيضاء مفصصة النوات تقوم هذه الكريات بعملية الابتلاع وتتم هذه العملية عبر مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التتبيت المرحلة الثانية هي مرحلة الابتلاع بواسطة الأرجل الكاذبة والمرحلة الثالثة هي مرحلة الهضم بواسطة الحويصلات الهضمية الموجودة داخل الخلية وأخيرا مرحلة طرح الحطام بعد هضم الجرثومة يتم طرح حطامها خارج الخلية تسمى هذه الظاهرة بظاهرة البلعمة وتسمى الكريات البيضاء مفصصة النوات بالبلعميات إذن تعتبر البلعمة وسيلة دفاع فورية ضد جميع الجراتيم بدون تمييز لهذا تعد وسيلة دفاعية طبيعية أي غير نوعية الإحمرار الانتفاخ الارتفاع المحلي درجة الحرارة والشعور بالألم تعتبر هذه الأعراض أعراض الاستجابة الالتهابية إذن بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا درس هذا اليوم وأضرب لكم موعدا في درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء